اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افتاح الباب فيني اعرف شو عم تساووا؟ عمان طالع رصاصة تركوا يموت هاد الزلمة ما عاد يفيدنا بشغلنا التعليمات اللي اخدناها مو هيك ومنين اللي اعطاكم هاي التعليمات؟ انت شو لك شغل هون؟ سيدي عميش تغلو شغلي مالا لزوم؟ هاد الزلمة ما بيستاهل ننقذ له حياته بتصور انه انا اللي بقرر مين بيبقى عايش ومين بيموت يا حلو انا كتير بحاجة اللي رح يقوله عبد الحي بعتلي اوسو فورا ومعلمة ان شاء الله ما في مشاكل سيد مراد ليش في عنا شغل بدون مشاكل يا تركي الدكتورة اوسوم دقيقتك بشي؟ لا مدام ايبرو عطتك البشارة؟ عطتني عطتني معناها منقدر نقول للكل هلأ لازم الدنيا كلها تسمع بالخبر السعيد سيد تركي بدي احكي معنا وحدنا اكيد سيد مراد بشارة يا اخي يا حسني بشارة مراد علام دار رح يصير اب بالمعنى المؤسساتي ولا بالمعنى الشخصي؟ لا تحكي كلام فاضي وتوتر لأعصابي يا حسني رح يصير قبل ولد الله يجعله مبروك نفتح موسم تأسيس البيوت هلأ عقبالنا انا وانت ما حدا غيرنا انا وعبد الحي بيعرف محل الرئيس امشي انت تلعي بسيارتك وانا رح الحيك ايه طيب مثل ما بدك خير شوفك حسني؟ هذا احلى خبر سمعته من يوم لغة الست جولدان سفر على الاناضول الف مبروك معلم ما في لا خبر حلو ولا شي مو قلش بيصير بيناتنا بينحكى باي محل تفضل يا جماعة تفضل مراد علم دار الو عندك رجاء شو هو تحديد مكان زوجته وعبد الحي لشو صار لعبد الحي وإيبرو في هذا العميل الامريكي لورانس تبع الأسانسير فيلار فيلار ايه خطف مرت أخونا وعبد الحي امتى وهو بالأسانسير طيب وليش مراد ما خبرنا وقته؟ ليش؟ لما كان اسلاحه براسنا بنا نقعد ونقدم تصريح؟ متأكدين انه بين ايدين ايرون فيلر؟ متأكدين اذا ما منوصل لمرد أخونا وعبد الحي منوصل لأيرون فيلر؟ وهو شلو ما كان بيوصلنا لمحل ما بدنا؟ كل ما حطينا أيرون فيلر تحت المراقبة دائماً منواجه شغلي غريبة الرجال بيظهر بنقاط مختلفة بواحد وثمانين محافظة بكل مكالمة تليفونية ما عنده سيارة أو بيت يتراقب؟ كل ما بلشنا بمراقبة شخصية فوراً بتجينا أوامر بتوقيف الملاحقة ومنين تجيكم هالأوامر؟ الجماعة بيحددولنا سيارة الملاحقة تبعنا وأسماء الأشخاص يلي بالسيارة واحد وواحد ومنتهدد إذا ما وقفنا رح يحملونا كل النتائج المترتبة على هالشي ماشي بلا ما تلاحقوهم اللاحقون نحنا شلو ما كان بيعرفوا سياراتنا وبيعرفوا أسماءنا كمان استنوا شوي الرئيس بالغرفة السرية ترجمة نانسي قنقر وصار لازم نغير لك محلك في مشكلة شي؟ في مشاكل كتير فينو نمشي؟ مهم مع الأسف ما حسننا نحدد شيء أبداً وإذا عرفنا أي شيء عن أرون فيلار نحنا بنخبركم كنا نراقب كل العالم ونحنا قاعدين هون ما بقى فينا نراقب إسطنبول؟ أنا ما قلت ما منحسن نراقبها ميماتي عم قلت لك الرجال ما له أسر يعطيك العافي قلولوا لموراد علامدار باسمي سلامته شريك كنتوا ترعبوا العالم؟ أي شريك؟ كلهم كم جهاز ما في حدا غيرنا التلاتة بيعرف هالمكان عبد الحي ما بيحكي بالظروف عادية بس الجماعة اللي واقع بين إيديهم رح يجربوا كل الطرق لحتى يحكي هم هم المترجم للقناة المترجم للقناة شلون صار وقدرنا نعمل هيك شغلة؟ زل مدنا هذا قدر يراقبهم لسنين طويلة مين؟ ضابط أمريكي مقابل شو عم يشتغل لصالحنا؟ بدون مقابل متل ما بتشتغل انت هو متلك غطيناه من طفولته دسيناه جوادهن وهو عم يقدموا همته بنجاح كبير بس هو إذا بقلنا عم مكانه لفلار بينكشف الأولوية إنه نلاقي عبد الحي وزوجتك أكتر من فلار خلينا نحن ناخد وراء المساومة من إيد فلار بعدين منحاول نحميز المتنع أكيد رح كون ممنون من هيك مساعدة بس بيتضحى هيك بيتعب تلاتين سنة؟ هلأ أهم شي بالنسبة للبلد ما نضحي فيك وعند اللزوم يا مراد ما استعد ضحي بحالي إذا كنت كلها الشي مهم لإلكن ليش وفاتوا على زواجي من إيبرو؟ تعرفوا إنهم رح يستخدمونه ضدي مراد سمعني منيح إذا بتريد إنت مانك مينتبه لوين وصلنا أرون فلار حطك شخصيا ند إذا ما عم بيحاول يقتلك ويعرف مين وراك هذا بيكون بفضل الغطاء اللي حققناه بإيبرو إيبرو هلأ حامل وأوسط أقرب صديق لألي وما بعرف إذا كانوا ثلاثتهم هلأ عايشين إيه نحنا حققنا شي بس فلار قدري حقق شغلات ما بيشوفها بمنامه ابني مراد بقي شي ما تخليت عنه مشان الشعب والوطن شي ما تخليت عنه ما بقي بس كمان ما بقي عندي قوة تحمل عليك بإيمانك إذا كان عندك إيمان رح يكون عندك قوة لما محمد الفاتح فتح اسطنبول بالصدر الأعظم تبعه ما كان مؤمن إنه رح ينجح بمهمته أبداً كانوا ضعاف ما عندهم قوة تحمل بس الفاتح قال يا باخدة أو بموت قدام كل هذا الإيمان والتصميم ما بيوقف سور ولا ألعى ولا علم مراد إنت عندك إيمان ولا ما فيه عندي والله بيشهد علي ما رح وقب بنص الطريق لو شو ما صار رح ضل كمل بطريقي وبقضيتي رح تحتاجي شيء؟ لا، بدبر حالي حاولي حالي هلأ ما تطلعي من البيت لا تتركي الرئيس لحاله ولا تتصلي بحده لو شو ما صار ايه طبعاً وإذا صار وواجهتي موقف مفاجئ بعرف شو رح أعمل ما عيسم لحتى يقتني ويقتل الرئيس كمان شكراً شكراً لأنك واثقة فيني لا ينشغل بالك أبداً موسيقى 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 برأيك معقول يكون في إلا شي علاقات ممنيحة لا تتركها بحالة فراغ طبعا رح تعمل علاقة ممنيحة يا تركي بيك شو طريقتها الحكي ولك حسني؟ عم بحكي بصراحة تركي بيك المرة ما بتنترك فاضية هيك مثلا أنا صار لي يومين بعرف الست جولدان بس لما بتنضج علاقتي معه رح نقطف اتناتنا سوا السامرة فورا انت ما نكخايف لك حسني؟ من شو؟ من انه ميماتي يفرمك شقف 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 اذا ما كان في مخاطرة بالحب ليش لحتى نمشي فيه؟ لا تقعد تلعب بعقلي ولك حسني باين انه الدكتورة قصو ما بتهتم فيني حضرتك بلشت تتعفز شلون عم تحكي معي هيك ولك حسني اه؟ نحن هون طلعنا من العلاقة المؤسساتية عم نتعامل كزملاء واصدقاء تعرف كلام الصديق قاسي يعني شو بدك يعني يقول للبنت؟ شو مشاعرك لازم تقل لي ياها؟ يعني انا بعشق الدكتورة قصو بعشقه وكل مرة بتطلع بخلقتي بيربيت لساني ما بعرفي حكي اكبر لغة معبرة هي لغة الصمت اذا بتقل لي انه كلامي ما ممكن يعبر عن حالتي اللي انا فيها فورا بتخلص والله لو كانت هون كنت قلت الله فورا لو اين اخد السيد مراد يا ترى؟ مشان ابنه للمعلم مراد انت ريح حالك شان صار وضعه؟ خطيف صعب يتحمل نحن خلينا نعرف اللي بدنا اياه وبعدين عاش ولا ما عاش ما بيهمه يلا خدوه معلم؟ قال لما بيتصل الزلمة بالتليفون بيعطي اشارة من 81 محافظة انه هو بكل هدول المحلات اذا بيتشقف واحد وثمانين شئفي بالدلائية مي ماتي طيب واذا هو ما حبي طالع حاله شو منحسن نعمل؟ مناخد ابرا وعبد الحي من ايده ومنشوف اذا بيطالع حاله ولا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم نعمل ابراهيم شو هاي؟ سفينة ابراهيم انا صرت كبير على اللعبة بهيك شغلات تبع اولاد صغار هذا ما كيت السفينة تبعك لا تشوفها صغيرها بتسكر المضيق من اوله لاخره نحن اشترينا سفينة ابراهيم؟ راح نشتري انا بدي مصاري كاش اه ما بني مصاريه بهيك شغله مو مستهري وبتغرق بالمي لا لا انا وانت منغرق وهي السفينة ما بتغرق اذا عبيناها بضاعة مرار منشتري ميت واحدة مثلا معناتها من عبيها يا ابراهيم؟ ايه من عبيها؟ بس راس مالنا ما بيكفي لتعبايتها يعني انتي شو اصدك؟ عمقول منشتري شراكة مع بعضنا ما بحب الشراكة زازا ما بيطعمونا ياها لوحدنا ونحن منبيع على قد ما بيطعمونا يا ابراهيم وبس ما هيك جوهر ايه؟ كنشي بتقوله خالي هو الصح زازا هاي الشغلة مو بكترة شحناتها بتنعمل ع التقيل كتير مشان تخفف المخاطرة قل بتنا ندخلهم شراكة جماعة موسوقين اذا انا قلت ما بحب الشراكة يعني خلص ما بحب جوهر قال لهم يجهزوا سيارة السيد ابراهيم بده يروح موسيقى 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 خالي هونيك في واحدة حقيقية ليش هم تتدفع على التلفزيون زيادة الخير خير والنار بالتلفزيون بدون مصاري خالي لعندك ما بتدفي وأنا ما لي بردان رأسي بردان رأسي عم دفي رأسي هم شو بتقول بشغلة السفينة الجوهر؟ شو بدي يقول خالي ألعط الزلمي وراح شفت شي دبشة في خلية نحل تركه وراح على محل خالك زازة ليش ترد إبراهيم؟ ليش ترده خالي؟ عندي فضول أعرف مين هو قبطان السفينة اللوكس ومين اللي وراه إن شاء الله تكوني فهمت هلا فهمت يا كمية ترجمة نانسي قنقر لك ما رح تموت بسهولة إنتو وإنت كمان يا عبد الحي وإنت كمان وحياتك هي صارت تحت رحمتي أنا ما بحب ضل تحت رحمة حدا خده فورا لا كان أحكي بسرعة لا أخده بسرعة بدك تقل لي وين رئيس الختيار يه شغلتك بتطول كتير امرأ واس في تسع رواح بدك تاخدها وما بتاخد كلمة وحدة سأل قد ما بدك فرحت لك كتير لأنك ما متت بس عم يقول إنه حابب يموت سيدي طبعا كل واحد لو حقطه باللي بده إياه لا تتعبوا لي مريضنا كتير استخدموا مواد كيموية مشان أسئلتكم أنا هلا صار لازم أطلع موسيقى 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 هل أوي ساكن هون هذا العنوان اللي يعطاني يا الرئيس كيف دخلوا الأمريكان الزلمي بيناتهم معلم؟ متل ما دخلتني المافيا جواتها والله حلال عليك معلم هذول جماعتها ختيارية ما ختيارية بس تاريها مؤلال الدولة التركية صغيرة جوات حدودها بس كبيرة كتير لما منطلع عليها من برع ايه؟ ليش هيك عم يصير؟ لأنا بتخاف من شعبة ليش؟ عقدة؟ عقدة شو؟ عقدة الصغر؟ مماتي إذا ما قدرت تهدم دولة حكمة بلاد لألف سنة بتبلش تزرع فيها العقد وطبعا هاي العقد بتعطي مفعولة بعد 300 سنة معناته هدول الختيارية عم يصندوا منيح بهاي الشغلة إذا قدرنا نخرب اللابي اللي عم يلعبها لورانس وننجح بأكتر من هيك مماتي ليش كل هالشي معلم؟ كيف ليش؟ معلم مرتك أوسط زلمتك بدل ما تبطل هالشغلة لهلأ عم تقول الوطن والأمة هنن يا مماتي يلي خلوا زلمتي يقوص أبو مرته وهنن كمان يلي خلوا مرته تقوص زلمتي أنا مو من النوع يلي بيشوف هالشي وبينهار معلم أنت ما بتحس باليأس أبدا والله خيالتني بحس طبعا بحس بس لما بتطلع وبشوف أعداءنا كتار وبشوف إخلاص رجالي وعزيمتهم بخجل من اليأسي اللي عم حس فيه شوف هدول الناس حصرونا ب700 ألف متر مربع وحتى هيك ما بنقدر ناخد نفس شو منتركن لهدول يسرحوا ويمرحوا على كيفهم إما منحطهم بالسجن ومنسيطر عليهم أو منحطهم تحت القبر وإذا جيت علي بيستكتر عليهم حتى القبر المنظمة عندها شحنة كبيرة هي قائمة باتجاه خط السير وأسماء اللي رح يجيبوا المخدرات وأسماء اللي رح يسترموها معناها في أصدقاء راك من رأسهم ما يسمعوا كلمتنا رغم كل شيء منها سيدي إجاب راهيم فليد دخلوا لجوا اتخذوا هاد لأشوف يا إبراهيم فليد يا ترى شرف زازا قبل عرضنا من الأول قلت لكم إنه ما رح يقبل معند إنه ما بده شريك ليش هو بيعرف مين رح يكون الشريك؟ لما قال لأ من الأول ما كملت الحديث هاد واحد وسغ كتير ليش أنتو عم تشتغلوا معه ما بعرف أنا ما رح أشتغل معه يا بدري أنت رح تشتغل في حدا رح يدفع تمن الشغل بالمخدرات قالوا لي لأشوف في حدا منكم أنتو اتنين بيغامر بيدفع هيك تمن لا معناها تركوا شرف زازا يدفع تمن لحاله رح أعطيكم مخدرات المنظمة بمثابة هدية الشراكة وزازا ما رح يرفض الشيء شكرا للمشاهدة مخدراتك هون لسا عندي شوية شغل يعني قصدك تقول ما عندي محل روح عليه على الأقل عندي شغلي أشتغل بدي سلي حالي شو بدي ساوي أنت عم تتعب وحدك يا ابني حق ما تبيلزمك أجير ما بدي دخيلك بابا عمر أنا بالزور عم بتحمل حالي ما بتحمل حدا بدل ما تتخانق مع حالك أحصل لك إذا بتتخانق مع ناس تانين بتريح حالك نفكر بحدة جبلياء جير بابا عمر تعرفوا الحسين أفندي؟ أي حسين أفندي؟ طبع البازار حفيدو هدول وضعون منيح معقول يترك البازار ويشتغل عندي؟ قال هو ما عم يركز على البسطة منيح أنا ما بيركز عندي أبدا بيركز بيركز هدول تبع المنظمة متصلطين على الولد عم يقول حسين أفندي عنكن ما في حدا بيلعب بعقله وعالأقل ما في حدا بيتجرق الولد إله شي علاقة بالمنظمة؟ ولد ابن أربعة عشر سنة إذا صار بالمنظمة شو بيطلع منه؟ ما بدي أبدا بابا عمر بكرة بيجي وبيقلي الكلمتين اللي محفظينه ياهم بالمنظمة وبيوتر لي عصابي ووقتها بتلاقيني أنا صرت منظمة لحالي الولد مو من هالنوع ابني أمه جده خايفين عليه الولد أبوه مات يتيم بنترك اليتيم لحاله؟ بابا عمر بيكونوا مسممين الولاد وأنت بدك ياني نطفل الولاد ما بتمشي معي شغلات يتيم وما يتيم نطفل ابني إلي هي شو فيها؟ عما تنظف تلفزيونات وراديوات العالم من الغبرة تعجز عن تنظيف إنسان معقول؟ هي شغلتك أنت أنا اختصاصي تلفزيون وأنت الإنسان لما بيكون عندك بيكون قدام عيوني ماشي بابا عمر خلي يجي شلوم ما كان رح يهرب يومين وأنا رح حاول قد ما بقدر أضبط أعصابي انبسطت هيك مو؟ هدمنا المنظمة مع بعض كانوا رح يكسبوا محارب وهي نحنا شدين على صفنا المؤمن بالحق والحقيقة والبيروح بطريق السعادة والطمأنينة مسلح بشعور ما له نهاية وهو مجبور يشد الناس للخير والجمال ويمنع روحتهم بطريق الشر هاي مهمة مقدسة الله سبحانه وتعالى مكلف فيك كل عبد مؤمن إذا أنت ما بتصير دليل للجمل الفارة ما بتخجل وبتقول للجمل أنا رح كون الدليل تبعك وبتوقف قدام القافلة بابا فارة شو جمل شو؟ قال في فارة صغيرة مشت قدام قافلة الجمال وهي عم تهز بدنبة وفرحانة كتير نسيت الفارة قديشها صغيرة وقالت لحالة قديش أنا شاطرة عم خلي الجمال تمشي وراي وضلوا يمشوا لوصلوا لمجرى مي لما شافت الفارة المي قدامها قافت من الصدمة ونسيت فرحتها سأل الجمال اللي كان ساكت طول الطريق مطول باله عليها إيه يا دليلتنا بالسهل والجبل ليش وقفتي؟ وين راحت شجاعتك وبطولتك يا شجاعة؟ وين شجاعتك؟ إذا كنت شجاعة إيه؟ أعبري المي للطرف الثاني الفارة قالت بخجل يا أخي النهر غميء كتير وأنا خايفة لأغرق بالمي قال له آه منك يا فارة شو عمية؟ ليك المي شبر؟ من شو خايفة؟ بس هالفارة استمرت باعترافاتها قدام الجمل سمع يا جمل سمع يا أخي الكبير نهر بالنسبة إلاك مثل السائية وبالنسبة إلي مثل البحر شفق عليها الجمل وأنا لا عدت تصيري مغرورة وقليلة أدب لا تتكبري نتيجة التسامح اللي فرجيناك إياه ربنا ما بيحب المتكبرين والمتجبرين بابا، مين الفارة ومين الجمل؟ بها الحكاية يا ابني الجمل هو الإنسان البريء والطيب والناضج والمحترم أما الفارة هي اللي بتقطع النهر على ظهر الجمل مع أنه متكبره وشايفه حاله الناس من تهزيبهم ما بيطالعوا صوتهم على الفيران والله عليم كم مجرى مي وكم وادي وكم نهر بيعبروها الفيران على ظهورهم أكيد شي مرة رح ينفط صبرهم يا رح يغرقوا الفيران بالمي يا بيدعوا سونوا وبيمشوا طالما إنك عم تحكي هيك، ليه ما بتحط الولد وبتحكي له ياهو؟ ليش عم تدخلني بالموضوع؟ لا يا ابني مو هيك أنت لازم تاخد دورك كرجل محترم بها الحياة وقت بتعجز، ناديلي بتلاقيني جنبك موسيقى 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 شو الوضع دكتور؟ بالظروف العادية، لازم يتجاوب اسكندر الكبير مع الهلاج ليش معم يتجاوب؟ كأنه شكله رافض يطيب ممكن يكون عم يلعب لعبه؟ ممكن، إذا بدكن تقوموا على الرجليه لازم تلاقولوا شي رجوا على الحياة موسيقى 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 بابا انت منيح يا الله بابا عم بحكي معك جاوبني لك يا بدد هاش تحكي مثل المجانين اه اه اي انت رح تاخدني لعندك لما بتعقلي وتصيري مثل الخلب قللي وين راحت الصورة انت وبنتك تشبهوا بعضكم كتير الامريكان اكلوكم ما هيك بس تقوم عن هذا الكرسي نحن رح ناكلوك ليش لحتى اقوم لانه نحن رح نقدم لك كل شي لتحقي طموحاتك انا ما باخد من هذا الكلام الفاضي وهي الوعود بدك يعني يصدقك تركك تركك من القوم يا رجلي ما اليك تار عند الامريكان يلي باعوك وخانوك الي ولا تنسى انو كمان الي عندكن تار كبير شو انت اليك عنها تارات اولا نعطيك ياها انا ما الي عند اي حدا شي اللي صار فيه مكفيني وانت بهي الغرفة ما بقي ملف ولا رجال اليك الا وانكشف قديش قديش ضليت نايم س mãد تنسى قديش لا بما انك حكيت بصراحة انا كمان راح احكي بصراحة مصاري ما الى حدود اوتي ما الى حدود وزخيرتي ما الى حدود والتدخل فيني ممنوع وكمان اذا بتكن يانى اتصالح معكم ما بصير ابدا تتصالح مع الامريكان عم تفهم شو اعم اقول وانا بلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى